أيها الإخوة الكرام ذكرت لكم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها وحدها منهج كامل وما انحرف المسلمون ودفعوا ثمنا حرافهم إلا بسبب بعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ليس في اللغة العربية صيغة نفي أشد من هذه الصيغة سماها علماء اللغة نفي الشأن يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعذب المسلمون وهم مطبقون لسنة رسول الله وأنت فيهم أي سنتك مطبقة في حياتهم وكل من حرف المسلمون عن سنة نبيهم ذاقوا من المحن والمصائب ما لا قبل لهم به أيها الإخوة الكرام حينما تعاني الأمة أنواعا شتى من المآسي والنكبات تتنوع طرائق مواجهة هذه المحن قال تعالى ولكل وجهة هو موليها هناك من يواجه هذه المحن بحالة مرضية اسمها اللامبالا وهناك من يواجه هذه المحن والمصائب بانكبابه على الملذات على الطعام والشراب أو على الجنس وهناك من يواجه هذه المحن بأوهام بأحلام بحالات من الغيبوبة عن الوعي هذا موضوع الخطبة اليوم فريق من الناس وجد ملاذه في تتبع الرؤى والأحلام وتعبيرها بطريقة حالمة ثم يستسلم لخدر هذه الأحلام ويترقب تعبيرها أيها الإخوة الكرام إن شدة المعاناة والضعف وثقل الهزيمة وخور العزائم وغلبة اليأس آلام محرقة تبعث في النفوس التي تعانيها التعلل بالأمان الكواذب والهروب من الواقع المأزوم إلى أطياف الأحلام حالة مرضية قلت لكم هناك من يدخل في حالة لا مبالاة هناك من ينكب على الملذات هناك من يواجه هذه البحن لا بمنهج الله عز وجل ولكن بأوهام من الرؤى والأحلام بالمناسبة أيها الإخوة البطولة أن تعتقد أن هذه المصائب التي تحل بالمسلمين ليست قهرا من عدو من بني البشر إنما هي تسليط من خالق البشر والفرق كبير إذا فهمتها غلبة لعدو متمكن قاهر تقع في اليأس وقد تستسلم وقد تستخزي وإن فهمتها تسليطا من خالق البشر لعلة فينا الكرة إذاً عندي إذاً أبحث عن الحل أصطلح مع الله أتوب إلى الله أراجع أوراقي أرتب أوراق بيتي أدقق في دخلي في إنفاقي في خروج بناتي وزوجتي حينما أرى ذلك تسليطا الحل عندي أما إن رأيته قهرا مما يناسب الشعور بالقهر أن تستسلم وأن تستخزي نحن بحمد الله في بلدنا الطيب لازلنا بخير ولكن من لم يهتم بأمر المسلمين في من حولنا فليس منهم من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم أيها الإخوة هؤلاء الفريق من البشر يواجهون المحن بأوهام وهذه الأوهام تدغذر عواطفهم ويرتاحون لها ويجترون ذلالاتها ويقعدون عن العمل هذه في الحقيقة أكبر مصيبة من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر هذا الهروب من الواقع المؤلم إلى الأحلام هو صورة أخرى من الهزيمة النفسية وشاهد آخر من شواهد في غيبة الوعي أكبر مصيبة يتحملها الإنسان أن يكون غافلا عن الله أن يكون غافلا عن الوعي الصحيح أيها الإخوة الكرام هذا الأسلوب في مواجهة المحن بالأحلام والرؤى أيضا نوع من الهزيمة النفسية وأنا دائما أقول هذه العبارة إن الحقيقة المرة أهون من الوهم المريح يا أيها الإخوة الكرام هذه الأحلام والرؤى تقودنا إلى الشعوذة وإلى الخرافات وإلى نبوآت كاذبة لا تقوم إلا في من هان عليه أن يعيش بغير عقله أرأيتم إلى هؤلاء الصحابة الكرام الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا أنصاريا ذا دعابة هكذا ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذا الأمير قال أضرموا نارا فأضرموها فلما أضرمت قال اقتحموها ألست أميركم أليس الطاعة طاعة رسول الله تردد أصحاب رسول الله في اقتحامها تنفيذا لأمر أميرهم أو في تحكيم عقولهم الواضحة في أنهم إنما آمنوا بالله فرارا من النار فكيف يقتحموها فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف إنما الطاعة في معروف فلذلك لا تقوم هذه الأوهام إلا من هانت عليه نفسه وهان عليه أن يعيش بغير عقل يزعه عن الشطط وهان عليه أن يغفل عن مقاصد الشريعة وهان عليه أن يعيش تبعا وذيلا لكل ناعق أيها الإخوة الكرام الذي يعيش عالم الأحلام الموهوم فيؤثره على الواقع المشهود لجدير أن يقول ما لا يفعل وأن يفعل ما لا يقتضيه عقل صريح ولا يقتضيه شرع صحيح لأنه يريد أن يحقق أحلامه ويرضى بها ويجعل من وساوس منامه وإن أسخط الرحمن وأجلب على نفسه وعلى غيره المفاسد والفتن منهجا في حياته لذلك يصبح هذا الإنسان الذي يعيش الأحلام والرؤى وتعبيرها غير الصحيح تكون هاجسه ودافعه إلى سلوك معين مثل هذا الإنسان ضل سواء السبيل أيها الإخوة الكرام ينبغي أن ننتفع من الماضي وينبغي أن ننتفع من الدروس والعبر التي نستنبطها من سيرة سيد البشر سوف آتيكم بموقفين من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح هو سيد الخلق لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى رؤياه وحي يوحى وهو المعصوم من تلاعب الشيطان والذي تنام عينه ولا ينام قلبه ومع هذا كله فإليكم شاهدا من سيرته وهذا أربطه بمطلع الخطبة السابقة إن سيرته صلى الله عليه وسلم منهج كامل أما الشاهد فإنه لما حشدت قريش رجالها وخرجت في غزوة أحد لتسأر لقتلها في بدر استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيخرج إليهم أم يمكس في المدينة لأن الله عز وجل أمره فقال وشاورهم في الأمر مشاورة أصحابه منهج وأمر إلهي وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيخرج إليهم أم يمكس في المدينة وأخبرهم أنه رأى رؤية وما رؤياه إلا من الوحي رؤيا النبي وحي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ورأى رؤيا ملخصها قال رأيت بقرا تنحر ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني قد أدخلت يدي في درع حصينة فتأول عليه الصلاة والسلام البقرة بنفر من أصحابه يقتلون وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول الدرع بالمدينة استشارهم وعرض عليهم رؤياه ورؤياه وحي فكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك وقال بعض الأنصار والله يا رسول الله ما دخلت علينا في الجاهلية المدينة أفتدخل علينا في الإسلام وأبى أكثرهم إلا الخروج عرض عليهم رأيه وعرض عليهم رؤياه فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثرهم يريد الخروج قال عليه الصلاة والسلام فشأنكم إذن إذن نخرج ثم نهض ودخل بيته ولبس لأمته أي درعه وخرج عليهم فقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة ففعل فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا الآن ألا نتردد التردد مرض التردد آفة كبيرة فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وخرج أصحاب النبي إلى أحد ماذا فعل النبي؟ اعتمد المشورة سباتا منه على المنهج الذي ارتضاه له ربه وترك العمل بإيحاة رؤياه تلك ودلالاتها فلم تسنه رؤياه عن الخروج للقتال ولم يغرى بها ترك رؤياه ونفذ مشورة أصحابه إذا ما شأن الرؤيا في حياة المؤمن بشارة أو إنذار لا يمكن أن يبنى على الرؤيا حكم شرعي ولا موقف سلوكي ولا فعل أو ترك فعل بشارة أو إنذار ليس غير أيها الإخوة الكرام إنما دفع النبي للخروج مشورة أصحابه لما استشارهم ومشايعة منه لرغبتهم في الخروج وترك الرؤيا تدور مدار الإنذار والتبشير إن الثبات الذي لم تصرفه الرؤيا عن التزام المنهج الصحيح والانقياد له هو الثبات الذي أسنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسنى عليه القرآن فقال يشبت الله الذين آمنوا بالقول السابت القول السابت القرآن المنهج السابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا شاهد أول ممن الرؤيا من سيد الخلق هي نوع من الوحي نوع من الأمر ومع ذلك أخذ الأمر القرآني في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وترك الرؤية التي هي بمثابة وحي غير مدلوة أيها الإخوة الكرام أما الشاهد الثاني فإنه عليه الصلاة والسلام أري في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطاف أصحابه واعتمره وحلق بعضهم وقصر بعضهم الآخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بها فرحا عظيما فهي تلك الرؤية التي عناها الله بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمينين ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه عام الحديبية إلى مكة يريد العمر وما كان أصحابه يشكون لحظة واحدة أنهم سيعتمرون عامهم تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقع من أمر الصلح مع المشركين بالحديبية ما وقع وما اقتضاه ذلك الصلح من أن يرجع المسلمون عامهم ذلك من غير عمرة على أن يعودوا من قابل ثقل ذلك على المسلمين كثيرا وعز عليهم أن يرجعوا إلى المدينة من غير أن يتطوفوا بالبيت الحرام حتى ذهب عمر وتعلمون من عمر يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له أولست يا رسول الله تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به في الاتفاق خلاف الرؤيا ألم تحدثنا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام بلى هل أخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به ونجد أيضا في هذا الشاهد أن رؤياه صلى الله عليه وسلم لم تكن لتصرفه عن منهجه الذي ارتضاه لنفسه وأراد أن يربي عليه أصحابه وأمته من ذلك حسن النظر في العواقب وتقدير المصالح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في الصلح رضي به وانقاد له غير آبه بشيء من الرؤيا التي رأاها ولم تكن الرؤيا همه ولم تكن غاية يسعى لتحقيقها ولم تكن أفعاله خاضعة لدلالتها ومغتضاها وإنما ترك تأويل رؤياه يأتي اتباعا من الطريق الذي نهجه والتزم سلوكه وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في حدودها ومكانها اللائق بها فهي عنده دقيق الآن فهي عنده مبشرة لا موجهة تبشر ولا توجه لا يمكن أن يبنى على الرؤيا موقف ولا حكم شرعي بل إن الفقهاء يقولون من رأى رسول الله يأمره بخلاف منهج الله ترد الرؤيا ويثبت الشرع ديننا دين منهج قوين دين حكم شرعي دين نص صحيح وليس دين كرامات ولا منامات الكرامات الكرامات دشارة بينك وبين الله يمنع أن تذكرها يمنع أن تتحدى بها المعجزات أمر الأنبياء أن يتحدوا بها قومهم لأنها برهان على أنهم رسله أما الولي كرامته فيما بينه وبين الله إشعار داخلي ممنوع أن تلقى على الملأ ممنوع أن يتاجر بها ممنوع أن تكون سبباً لموقف أو لحكم شرعي أيها الإخوة الكرام والله الذي لا إله إلا هو أنا لا أتكلم من فراغ سمعت مئات المنامات والرؤى وكأنها مثبتة للعزائم وكأنها مدغدغة للأحلام وكأنها نشوة وموهومة يعيشها الإنسان ويجترها والواقع هو الذي ينبغي أن نتعامل معه أيها الإخوة الكرام شيء دقيق أحب أن يكون بين أيديكم رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل جزء من الوحي فكيف برؤيا غيره أنا أتحدث عن من؟ عن سيد الخلق وعن حبيب الحق عن المعصوم الذي لا يخطئ عن رؤياه التي هي وحي يوحى ومع ذلك أخذ بالمنهج السابت ولم يأخذ برؤياه التي رآها هو فكيف برؤيا غيره الآن أن دخلنا إلى رؤيا غيره التي ربما كانت أضغاث أحلام وربما كانت تحديث الشيطان غير النبي ربما تكون رؤياه أضغاث أحلام أو تحديث الشيطان فإذا كان من الخطأ في المنهج اتخاذ الرؤى هاديا ودليلا يترسم به المرء طريقة ويتبصر به الحق فإن من الخطأ كذلك أن نسارع في تصديق كل ما يحكى لنا من الرؤى هذه طرفة دخل أحدهم على رجل له مركز القرار قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويأمرك أن يكون لي عندك عمل في وزارتك فكان هذا الوزير زكيا قال له أنت متى رأيت الرؤية قال له في الساعة الثانية عشر ليلا قال إني رأيته في الساعة الرابعة يقول له هذا كذاب لا تصدقه معنى ذلك قضية ليس لها ضابط كل إنسان قد يدعي رؤية لم تكن لها أصلي نحن تحدثنا عن رؤية النبي إذن الموقف الأول ينبغي أن نأخذ بالقول السابت وهو القرآن وينبغي أن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المبينة لأحكام القرآن هذا الموقف الأول الموقف الثاني أنا لست مكلفا أن أصدق أية رؤية إلا ما ورد بها نص صريح في القرآن أو السنة الموقف الثاني لا ينبغي أن أصدق أية رؤية أنا ملزم بتصديق الرؤية التي وردت في القرآن أو في سنة النبي العدنان وما سوى ذلك أصدق أو لا أصدق على مزاج إذن من الخطأ أن نسارع في تصديق الرؤية لذلك أصبح اشتغال الناس بالرؤى والأحلام وتأويبها أكثر من اشتغالهم بالعمل الذي يواجهون به حقائق الواقع الأليم يقول عليه الصلاة والسلام وهذا قول في صحيح البخاري متفق عليه في الصحيحين الرؤية الصالحة جزء من ست وأربعين جزء من النبوة متفق عليه وبقوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له متفق عليه بهذين الحديثين إن شاء الله موقع آخر في خطبة أخرى سياق الخطبة اليوم ألا تتخذ الرؤية منهجا للعمل أيها الإخوة الكرام قد نرتاب كثيرا في أن تكون كل المرويات من أحلام الناس اليوم هي من جملة الرؤى الصالحة المبشرة قد تكون أوهاما وقد تكون حديثا للشيطان وقد تكون أضغاس أحلام فثمت أمور أيها الإخوة تدفعنا للتريس كثيرا وتصرفنا عن تصديق كل ما يروى من الأحلام وبما يحكى من تأويلها الأمر الأول أن يكون المرء الذي نسبت إليه تلك الرؤية كاذبا أول احتمال أن تكون هذه الرؤية كاذبة وليس هناك من دليل على تصديقها فقد يتحلم المرء بحلم لم يره يتحلم يدعي يكذب بحلم لم يره وهذا احتمال وارد والوعيد في ذلك شديد يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل يعني كلف تعزيزا وكلف شيئا مستحيلا كما قال شيئا مستحيلا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ثم إننا انفرضنا صحة الرؤية وأن صاحبها صادق فثمت أمر آخر يرد عليها وهو كون ذلك الحلم من قبيل حديث النفس الإنسان له حاجات قد لا تتحقق في عالم الواقع تتحقق في عقله الباطن في الليل فما حرم منه في النهار يراه في الليل والدليل من نام في حالة عطش ماذا يرى في الليل يرى يشرب الماء البارد يرى أمام شلال يرى هذه كلها أحلام نابعة من حاجته إلى الماء إن لم تكن هذه الرؤية رؤية من الله فهي من حديث النفس أو من حديث الشيطان أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة رؤية صالحة بشرى من الله ما قال منهج عمال بشرى والرؤية من تحزين الشيطان والرؤية مما يحدث به الرجل نفسه أخرجه الترمزي بسند صحيح إما من الرحمن وإما من حديث النفس وإما تحزين من الشيطان لو أننا ثلمنا أن هذه الرؤية من حديث النفس فسمة وارد يمنع أن تستخفن هذه الرؤية فنسارع إلى تصديقها واستظهار الغيب بها وهذا الوارد هو احتمال خطأ المعبر الرؤية صحيحة ليست من حديث النفس وليست من حديث الشيطان رؤية من الرحمن من أنبأك أن هذا التأويل صحيح التأويل اجتهادي والاجتهاد يخطئ ويصيب والدليل رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت رؤية ثم قصها عليه في حديث طويل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أعبرها له سيدنا الصديق ما طلعت سيمسون على رجل أفضل من أبي بكر فأذن له فعبرها ثم قال يا رسول الله أخبرني أصبت أم أخطأت فقال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا من هو الصديق الصديق أخطأ في تعبير الرؤية لو سلمنا أنها صحيحة مئة في المئة قد يكون التعبير مخطئا الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت قال له يا ملك الموت كم بقي لي من عمري أشار إليه بأصابعه الخمس هكذا فاستيقظ اشتد قلقه أهي خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق ذهب إلى الإمام ابن سيرين فيما تروي القصص قال يا إمام رأيت كذا وكذا أخبرني قال إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله هو فهمها فهما مغلوطا وهو الإمام مالك فجاء التأويل هذا السؤال الذي سألته ملك الموت من خمسة أسئلة لا يعلمها إلا الله أيها الإخوة الكرام قد تكون الرؤية من حديث النفس وقد تكون من حديث الشيطان وقد تكون رؤية لكن صاحبها أخطأ في تعبيرها ولا يمكن أن يبنى موقف ولا حكم شرعي على الرؤية أيها الإخوة الكرام هناك سنن أروي لكم بعضها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولا مليون رؤية تغير هذه الآية آلاف الرؤى رايات ورايات ونار تخرج من هنا وهنا وأحاديث ضعيفة تدغضغ عواطف الناس ويرتحون لها معنى النصر قريب هم لا يعملون شيئا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولا مليون رؤية تغير هذا القانون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن لم ننصره ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة أيها الإخوة الكرام كن منهجيا كن متبعا لمنهج الله في كتابه وسنته تعلق بالقوانين تعلق بالسنن السابتة تعلق بأشياء صرح بها القرآن وبينها النبي العدنان ودعك من الخرافات والترهات والأقاويل والأوهام والرؤى والأحلام فإنها إن كانت صحيحة فهي مبشرة وليست موجهة إن كانت صحيحة فهي بشارة أو إنزار فيما بينك وبينها فقط نحن معنا منهج من الله عز وجل أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام من أحد المسلمين قد لا تستطيع إقناع المسلمين أن يصطلحوا مع الله قد لا تستطيع يمكنك أن تصطلح أنت مع الله إن فعلت ذلك أديت الذي عليك وبقي من الله الذي لك قد لا تستطيع إقناع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم أن يصطلحوا مع الله وأن يتوبوا إليه ويطبقوا منهجه هذا فوق طاقتك وفوق طاقة أكبر الدعاة في الأرض لكن الذي في إمكانك أن تصطلح أنت مع الله وأن تراجع نفسك وأن ترتب أوراق بيتك وأن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك البيت الذي عليك وبقي من الله الذي لك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى اللهم اجمع بينهم ووحث شملهم واهدهم شبل الصلاح أصلح بهم البلاد والعبادة يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين